تتعز معركتها ضد وباء كورونا وغيره من الأوبئة والأمراض بإمكانات صحية ضعيفة وكثافة سكانية هي الأكبر وحرب مستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام فبالرغم من صمودها في وجه الحرب والحصار كل تلك السنوات إلا أن ثم تم خاوف أكيدة من أن تتعرض للهزيمة أمام وباء كورونا الذي تمكن من هزيمة أنظمة صحية عالمية وحتى اللحظة تجاوز عدد المصابين بوباء كورونا في تاعز المئة منها أكثر من خمس وعشرين حالة وفاة وهي نسبة كبيرة لكنها أيضا غير دقيقة إذ أن الحالات المصابة والمتوفية ربما يكون عددها أكبر بكثير من تلك الأرقام المعلنة وضع مخيف تعيشه تاعز وهي تصارع هذا الوباء فبحسب المدير العام لمكتب الصحة في تاعز راجح المليكي فإن المحافظة قد تشهد كارثة صحية بسبب الحرب والحصار وبسبب تدهور المؤسسات الصحية والنقص الحاد في الإمكانات والتجهيزات الصحية المطلوبة وبالرغم من أن عدد سكان تاعز يقترب من خمسة ملايين نسمة بنسبة خمسة عشر بالمائة من إجمالي سكان اليمن إلا أن عدد أجهزة التنفس الاصطناعي المتوفرة لا تزيد عن أحد عشر جهازا وأغلبها معطلة فضلا عن نقص المحاليل وبالتالي فإن المحافظة قد تكون مقبلة على كارثة يصعب التعامل معها كما أن عددا من مستشفيات تاعز اضطرت إلى إغلاق أبوابها أو عدم استقبال أي حالات اشتباه بكورونا بسبب عدم وجود إمكانات لديها أو بسبب مخاوف الكادر الطبي مما يجعل سكان تاعز أمام خيار وحيد هو خيار الحجر الاختياري ومن أصيب يموت في منزله إذن هو وضع يستحق أن تسلط عليه كل الأضواء وأن توجه الحكومة والمنظمات الدولية كل اهتمامها لتوفير الحد الأدنى من الاستعدادات في هذه المحافظة لتحاشي وقوع الكارثة